إذا انتقلنا إلى محور تاني في المؤتمر الصحفي قضية حقوق الإنسان في مصر وطبعا برضو الرئيس بيتعامل بواقعية بالمناسبة لما قال أنا جاي وعارف أن أنا هتسئل هذا السؤال وفي كل دولة أوروبية وكل دولة غربية لأنه جرت العادة أن في دوائر في هذه الدول بتهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان الإجابة كانت واقعية ومباشرة لأبعد الحدود انزلوا وسألوا الناس في الشارع بمعنى آه يعني ما تكتفيش بحكاية أن تقرير يجي لك مش دقيق يجي لك يقولك أن الأوضاع متردية تعالى بنفسك وشوف وقابل الناس فيما يتعالى قرئيس أشار إلى قضياتين في غاية الأهمية القضية الأولى حرية العقيدة وحرية الأديان في مصر النهاردة لا يستطيع أي منصف أن يشكك في أن مسألة حرية العقيدة وحرية الأديان متاحة بشكل كبير هناك نقلة نوعية بالنسبة لغير المسلمين في مصر في مسألة دور العبادة يعني ما عندناش أي مشكلة من أي نوع بدليل أنه كان فيه أصوات زمان بتتكلم مسألة بناء الكنائس ترميم الكنائس كل هذا انتهى انتهى تماما إلى غير الرجعة وكل القضايا والمشكلات المتعلقة بحرية ممارسة العقيدة انتهت في مصر مش بس للمسيحيين وإنما حتى لكل المزاهب وكل الأطلاق ده الوعي القيادة السياسية من اليوم الأول إن ده بمسابة الوطر الحساس اللي بيلعب عليه كل متربة بالبلد والفتحة علشان كده أنا أذكر أنه الرئيس السيسي لما اشتغل في هذا الموضوع أنا قلت أنه حقق طفرتين مهمتين طفرة في مجال الطاقة وطفرة في مجال ملف الحريات الدينية دول انتهوا تماما إلى غير الرجعة ملف حرية المرأة الرئيس أشار إلى هذا الأمر النهاردة أشوف حضرتك تمثيل المرأة في البرلمان عندنا قدقيه الأعلى تقريبا في أفريقيا والدول العربية والشرق الأوسط أكثر من 25% نسبة تمثيل المرأة المصرية بالبرلمان بمجلسيه أو بغرفتيه والنهاردة حقوق المرأة شوف المرأة بتتبوى أكثر أو أهم المناصب في الدولة شوف عندنا كم وزيرة في الحكومة عندنا كم مديرة لمناصب مهمة في الدولة حتى مسألة الحريات وحرية التعبير الرئيس أشار إلى الحوار الوطني اللي النهاردة بتعقد الجلسة التانية ليه وبالتالي لم يعد هذا الملف في وطر حساس أو ورقة ضغطة أو منطقة رمادية وإنما مصر بتغطو إحنا مش بنقول إن إحنا عفوا وصلنا إلى مستوى الكمال لأ يعني نحن لازلنا نأمل في وصول إلى مستويات أعلى وأرقب كثير خطوات والرئيس نفسه بيعترف ده بيقول خطوة من ألف خطوة بالضبط لكن اللي جرى لا يمكن إنكاره ولا يمكن تجاهل بأي حديث وده فعلا لا يمكن إنكاره بدليل أنه الرئيس الألماني أشاد بجهود مصر التنموية ترجمة نانسي قنقر